السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أحباب قناتكم قناة لقمة شهية الله يكرمكم يشبر خاطركم وشكرا كتير وممنونتكم لدعمكم وخصوصا صديقاتي المقربات واليوم ما جبت أنا الصراحة خيي طلع على الجبل هو ورفقاته الشباب وصلق هيدا هاي النبتة سلق يعني معناته شالة من الأرض ما هو اللي زرعها هي نبتة برية بتطلع بالجبال يعني على أرتفاع معينة المهم هيدا النبتة اسمها عنا قرص عنا أنا ها أعملها بعجينة اللي بعمل فيها العجينة اسبانغ يعني فطاير اسبانغ أو فطاير مسارينة متل ما وقت اللي تتذكروا عملت لكم فيديو عن المسارينة بس وقتها لا يتقلي ما كان الفرن ما كان فيه كهرباء أصلا للفرن اليوم الحمد لله متوفر الفرن بقاح عملها بالفرن بما أني عاملي بالقلي هيدا النبتة اسمها قرص عنا مفيدة كتير رح عملها بنفس العجينة تعيد اللي بعمل فيها اسبانغ مدمالك بحط أول شيء مي فاترة وبتأكد من خميرتي إذا عم تشتغل أو لا معلقة خميرة مع معلقتين سكر وبشوف بعدين بنطرش عشر دائق تقريبا حتى شوفها إذا طلعت فقاقية معناتها خميرة كتير مليحة وعم تشتغل بحطها عجناب وببلش بالعجينة عندي طحين ست أكواب طحين بنزل عيدول ست أكواب طحين بنزل نص كبايت زيت نباتي وبنزل حليب بودرة مجفف كتير بيعطيها طعمة وبيعطيها كمان يعني يعني متل هيك يعني قرش كتير طيبة هي تراوي على قرش كتير طيبة بخلط أول شيء بإيدي منيح هوني بنزل بقى المي اللي بقلبه خمير وسكر متن ما قلت لكم معلقة خميرة معلقة طعام خميرة ومعلقة سكر الايدة انا بلشت تعمل فقطيع معناتها خميرتي منيحة وعم تشتغل بعبي كبايتين بنفس الكبايت اللي حطيت فيها الخميرة بعد ما فضيت الماي برجع بعبي ماي وبنزل لربما كان في سكر أو خميرة عالغنب بعد ما حركتون منيح خلاص تجانسوا بنزل رشة ملح مدغري مع الخميرة لأن الملح بوقف تفاعل الخميرة ولازم يكون مي فاترة لا باردة ولا سخنة هوني بعجنوا منيح 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 انا ما عندي عجان للأسف يعني العجان بيريحي ما ما تفكروا انا عند عجان وعم عم اعرض عضلات يعني ولا هي حلوة شغلة العجين كانوا ما شاء الله يعجنوا بالكمير كبيرة اليوم بنتعب ضغري بس انا ما عندي ان شاء الله الله كريم جيب عجان عم بعجن على ايدي بس ما شاء الله طلعت عجيني ولا اروع لأنه اللي بيلتزم بالمقادير تطلع هيك وحتى اتأكد ان عجينتي مظبوطة لازم اعمل اختبار حط اسبعي اذا رجعت ارتفخت يعني معناتها هيدي عجينتي كتير منيحة هلأ شو المطلوب مني عفكرة ما عم تلزق ابدا اه بجيب نيلون نيلون ستراتش بغطيه اكيد بحطه بو اصغر على قده اه بغطيه بنيلون ستراتش وبتركه قد ما بشتغل انا بيكون اللي منيح يعني عشر داية اربع ساعة انا غبت عنا تقريبا شي نص ساعة او اكتر شوي جيت ما شاء الله لقيتها مرفخة هيك معناتها انه ما شاء الله كتير منيحة بلاشت قرصها يعني رتاحت اول مرة بدي اياها ترجع ترتاح مرة تاني بقرصها هيك يعني اه كرات صغيرة بحطهم عجنب اكيد الجات حتى فيه تحين هو ما بقى تلزق مشاء الله يعني لا على الايد ولا على الوعاء متن ما قلت لكم بعملهم كريات هيك وبحطهم عجنب يعني هاي الخطوة كتير منيحة اه بترتاح كمان وكل ما ارتحت معي العجيني كل ما كانت حتطلع متل ما بدي واحسن يعني خلص كل الكمية بس انا شو عم بعمل عم عم حط على ايدي اه تحين وقت اللي عم قرصهم حطهم عجنب كلهم سوا لانو هلا بدي اعمل الحشوة بهاي الفترة اللي بعمل فيها الحشوة بتكون ارتحت كمان بدي خلص كل كمية العجين اللي معي هون ما شاء الله طلعوا كمية منيحة يا سب كبات طلعوا كمية منيحة ما شاء الله عم يطلعوا صينيتين تقريبا بغلفهم برجع بالنيلو اللي كنت حطه على الجات الاول بحطهم عليه مشان ما ينشف الوجه بجيب باقات من هيدا القرص عنا بشيل بس الراس طاعوا يعني اللي كان بقلب التراب بشيلو انا غسلتهم اكيد ويعني والله حتى ما انا تكون سيد امي غسلتهم منيح الله يرد علي خي يجابون انضاف بس بشيلو الراس طاعون اللي كان بالتراب وبفرم بصلي يعني برشت انا برش مشان ما قتعل زب وهوني اللي حمودة بدي اياها انا من حامض الليمون هلا ببرش حامضة بس لنكهة لانه ممكن ازا حتات عصير الحامض او الليمون متن ما بتقولو هتمرمر هون حتات معلقة ملاح ومعلقة صغيرة معلقة شاي اه حمض الليمون ومعلقة صغيرة اه سبع بهرات وثلاث معالق طعام اه سماء ومعلقة حر مطحون او فلايفلي حرة حمرة او اه يعني هو انا لو عندي معجون كنتفضلت حط معجون معجون الفلايفلي اه وهو زيت اه ربع اه كباية اكيد الفلايفلي بودرة ما ما بتشكمل شي بس المعجون اطيب وعا كل حال حا اترك المقادير بصندوق الوصف ان شاء الله واول شي بعملو بدهن الصينية اللي بدي يدخل على الفرن بدهنة زيت زيتون بالفرشية وبحطة عجناب مشان وقت كل ما خلص اه قطعة اه اه فطاير حطة بالصينية هون بالصينية اللي بدي اه رق علي العجين انا لو عندي اه يعني محل اوسع كان كانت افضل انه للرق العجين كانت حكبر العجينة بس لانه ما عندي الا هيدا المجال بعم زغر العجينة وبرق منيح عندي سماكة معينة بدي اياها لا رقي اكتير ولا سميكة كتير هايدي السماكة يعني يعني متى ما تلكون لا سميكة ولا رقي اه بالسيركل او بالانا ما عندي اطاعة بجيب هايدي تعيك الكاسات ما بعرفش بسموها وبقطع فيها بشكل حتى يطلع اه شكل متساوي يعني ما يطلع اه شي صغير شي كبير يطلع نفس الحجم وانا بما انه عندي صنف واحد اللي هو قرس عنا هاعمل شكل واحد هيدا هو الشكل بجيب الدائرة من هيدا الطرف وهيدا الطرف اه بوصل للنص برجع بعكس العجينة المهم عندي هون اه لو كان عندي كزا صنف مسلا لحمة جبني اي شي تالت اه هاعمل كزا صنف اه كزا شكل بس بما انه عندي متى ما قلت صنف واحد خلاص ما ما حضيع وهو تغيير الاشكال حتى تحدد الطعم يعني بدون ما افتح العجينة او الفطيرة حتى عارف شو فيها لأ خلاص من شكله بعرف شو فيها واكيد هلا بس خلص اه ان شاء الله رب العمي حا ادهنهم زيت بعد ما حطهم بالصينية حا ادهنهم زيت ومتى ما قلت بزيت زيتون اه عفكرة زيت بيعطيهم لون كتير حلو ولما بدهن القطع اللي سنبوسك او الفطير متى ما بكون سميه بتاكد انه الفرشية طالت كل القطع. حتى ما تطلع الشي واحدة اه ما اخذ اللون الكافي. بحط صينيتي او بحط الرف بالنص حتى صينيتي تاخد الاستوى من تحت ومن فوق. وبشغل الرف او بشغل الحرارة من فوق ومن تحت. وبحط على درجة حرارة مية وثمانين. واكيد عشرين دقيقة لفرني انا. كل الفرن وقلو حرارة معينة. انا فرني تقريبا خمسة عشر دقيقة لعشرين دقيقة بيكونوا صاروا بهاللون. انا بديهم بهاللون هيدا. حاولت اه امسك قطعة اه افتح بايدي بس اه ما قدرت ناري كتير بقى. جبت سكين. وفتحتها بالسكين كتير طري بس اه فيه قرشة. شوفوا البخار تاعة ما شوالله. بعد طالعة من النار تغري. اه طلعوا صينيتان وصلت تقريبا. اما مشكلة. المهم انه خي يكل منه ويشبع لان هو اللي طلبه. وما شاء الله يعني عم عم يعني عم امسكها ما فينا عم بمسكها حتى وارجي كونيها. المهم هادي كانت وصفتنا لليوم. وبتشكر خي انه شجعني اني اعملها لانو انا كنت مقلل لمروة وما وكنت نفسي اعملها بزبانغ بس مقلل لمروة. وبقى الحمد لله اه اذا عجبتكم وصفتنا وما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مع تحياتي سينيو قوي.